أهلا بكم مشاهدين مجدداً الحقيقة مصر بتستعد للاحتفال بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء والمسلمين بيستمتعوا بأجواء رمضان بعد عودة طقوس رمضان كاملة وكمان إخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بعيد القيام المجيد هنتكلم عن هذه الحالة المصرية المبهجة وكمان تفقد السيد الرئيس أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس ولقاءه مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة تشكة ده من خلال اللي ضفنا لأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار وكيل أول نقابة الصحفيين اللي مناورني ومشرفني أهلا بيك بسيس خالد أهلا بيك أجواء حلوة وأيام حلوة وكله بيحتفل مسلم بيحتفل مسيحي بيحتفل والبالك كلها بتفرح الحقيقة ودي روح مصر الحقيقة يعني هي دي مصر مصر اللي هي طبيعي أن المسلم يحتفل بالأعياد بتاعته ويحتفل بالمناسبات الدينية بتاعته في نفس الوقت الأخوة المسيحي بيحتفل بالمناسباته بالعياد الدينية بتاعته والأتنين يهنوا بعض أعتقد أنه بقى ما بقاش بنشوف بقى السؤال اللي كان للأسف الشريط تقليد اللي هو حلال والحرام لا خالص أعتقد دلوقتي نادرة ما بالله حد بيسأل السؤال ده المسلم بيهني المسيحي المسيحي بيهني المسلم اتنين إخوات عاشين في وطن واحد عاشين على طراب وطن واحد وعلى أرض واحدة ومستقبلهم مرتبط بأنهم يعيشوا في السلام مع بعض ومصلحتهم أنهم يعيشوا في السلام مع بعض والتاريخ بتاعهم مع بعض هو تاريخ محبة وسلام أصلا فبيبقى الحقيقة جوحل كل سنة والشعب المصري كله طيب وبخيل لأنه الشعب المصري طيب فعلا نعم يمكن دي فترة فترة عندنا كلنا والله يسوى الخيل ده حقيقة وبعدين مش محتاجة توجيهي أصلا يعني عارف اللي هي حاجة نبع بالقلب بالعكس التوجيهات والكلام اللي كان بيطلع طول الوقت اللي هو كان بيحاول أنه هو يزرع بذور الفتنة اللي بيحاول أنه هو يحط الفتنة ويكبرها ويشعللها بين المسلم وبين المسيحي في مصر لكن الطبيعي والمتوارث من مئات السنين أنه شعب واحد بينتمي البلد واحدة بينتمي العلم واحد وبيدافع وبيحارب مع بعضي زي ما شفنا في حرب أكتوبر 73 وإحنا بنحتفل بعيد تحرير سينة كان الجيش المصري مسلمين ومسيحيين بيحاربوا مع بعض بيضحوا بدمهم وبحياتهم مع بعض عشان خاطر البلد دي فهو ده المراسي الحقيقي الرسالة طول الوقت اللي حاولنا خصوصا في السنين السوداء اللي شفناها يعني هي الرسالة اللي كانت بتحاول أنها تزرع الفتنة بين عنصرين لهم لكن في الحقيقة هم عنصر واحد مش عنصرين كمان موسيقى موسيقى